وضع رئيس جمهورية كوبا إكليلا من الظهور ووقف دقيقة صمت أمام النصبة التذكيرية المخلد لأرواح شهداء الثورة التحرير المجيدة بمقام الشهيد بالعاصمة كما قام الرئيس الكوبي بزيارة إلى المتحف الوطني للمشاهدة وكان رئيس الكوبي ميجيل دياز كانيال بيرمودز قد حل ليلة الأربعاء بالجسائر وكان في استقباله الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن